في الحرب في جنود بتقتل في سبيل الله طيب الإنسان اللي بيقاتل بشجاعة وبيضحي بحياته ده بيعمل كده لأنه بيكره الحياة وده السؤال اللي قلت لكم ما رح فكروا فيه ولا لأنه بيحب الحياة لو بيحب الحياة هيضحي بحياته طيب إيه رأيكم بقى إن الشهداء اللي بيقاتلوا في سبيل الله دول بيحبوا الحياة لأ وبيضحوا بحياتهم لأنهم بيحبوا الحياة لكنهم فضلوا إنهم يضحوا بحياتهم هما حتى تستمر حياة الآخرين مش بس عشان تستمر حياة الآخرين عشان يحسن من الكواليتي بتاعة حياة الآخرين بيضحي بحياته وهو بيدافع عن المظلومين عشان المظلومين ميفضلوش عايشين مظلومين عشان مستوى حياة المظلومين يتحسن ويعيشوا في حياة أكرم حياة أفضل يعيشوا حياة بكرامة يعيشوا أحرار مش مستعبدين يعيشوا في عدل مش مظلومين لذلك عشان كده الشهداء لن يحسبوا يوم القيامة الشهداء دول بيجوا يوم القيامة كده VIPs هما والأنبياء دول يعني VIP كلمة شهداء يعني يعني شهود الشاهد بيدخل المحكمة مش خايف المتهم بيدخل المحكمة خايف ما هيتحكم عليه بسجن يتحكم عليه بإعدام يتحكم عليه بغرامة هيتحكم عليه حاجة أو بالبراءة يعني لكن بيبقى خايف الشاهد بيدخل يشاهد ويشهد بمرأة ويمشي يروح يتغدى في مطعم كباب آمن تماما لأنه مش متهم مش داخل يتحاسب ده معنى كلمة شهداء جايين يوم القيامة VIP الرسول على السلام وصف الشهداء وقال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد يعني واحد قتل هو بيقاوم ناس بتسرقه هو شهيد أو مات وهو يقاوم ناس بتقاتله يبقى شهيد أو مات وهو يقاوم أعداء الدين الذين يعادونه لدينه فهو شهيد أو مات وهو يدافع عن أسرته وعائلته فهو شهيد سؤال لو واحد بيتسرق ووقف يدافع عن ماله شهيد ليه؟ ما هو لو كان ممكن يسيبهم يسرقوه ويديهم حتى الفلوس ولهم مع السلامة امشوا في دهيا الفلوس مش عايز الفلوس مش ده أحسن؟ مش الأفضل إنسان يختار كده عشان ولاده وأسرته محتاجينه؟ لا أنا مش هقول بقى أنا مليش دعوه بالاختيارات كله قاعد حور في اختياراته لكن اللي بيختار إنه يقاوم الظلم ويقاوم الحرمية هو بيعمل كده عشان يوقف السرقة بعد كده عشان لو نجح في منع شرهم عن الآخرين آخرين هيستفيدوا مع إنه هو بيعرض نفسه للخطر فلو قتل فهو في الحقيقة حياته انتهت من أجل حياة الآخرين مش عشان نفسه هو